لقد ظل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ الأزمة الاقتصادية 2008-2009 وموضوع حديث الساعة كبديل للاقتصاد السوق ولذا فإن منظمة الأمم المتحدة بوصفها منبر للتبادل المضطرد والمتنامي حول الأفكار والإنجازات الملموسة أبدت منذ انبذاق العولمة وعلى مدى العوام الماضية اهتماما متزايدا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتبرت التعريف به على نطاق واسع أحد مرتكزات التنمية البشرية المستدامة